صاحة الاحتفالات في مدينة الحلة بمحافظة بابل أصبحت ضمن مخطط تنفيذي من قبل جهات سياسية تريد أن تقيم فيه استثمارات تعود بالنفع لها على حساب أصحاب البسطيات الذين أنذروا بالإخلاء وإزالة بسطياتهم أنا صاحب بسطية أنا أريد أن أعيش نفسي أريد أن أعيش عائلتي إذا من أجلت وفلشتني وشوف هذه بسطيتين هذه حكومة صارتين عشان وخرابة أنا من إليه أنا لم أعد دراتب لم أعد دمعين دوير بس نفسي أعلن طالب الحكومة هذا ليس شيء ضمن المعقول يعني أنت جيت فلشتني الطين التحويضي لي عوضني إذا لم أعد طين مبلغ مالي كان راعة لتلاث ملايين والله الثلاثة أنا التمنى التمنى داعة تدلي تدفعني على شنو يعني أنا قاعدة أشتغل شغلة نظيفة يعني قاعدة تدفعني راحة وبيع حبوب كريستال وبعدين نطب جواد قل لي ليش ما تشتغل لك بسبح تلاب دينار ترحيل أصحاب البسطيات إلى مناطق نائية أثار غضب الأهالي فتلك المناطق لا تشهد حركة تجارية تعود بالنفع للباعة هاي عوائل عايشة لفزت لهم مطالبهم خليت لهم نظام بديل سمعنا حسب ما سمعنا بشارع أثماني بالصحراء يسوي لهم بسطيات هو اللي ينزل للسوقي يروح للشارع أثماني هذا مو حجي هذا قطع عرزاق هاي ناس مستثمرة تستفاد من هالوضع هذا فعيب أسأل عالم قطعة عرزاقة العالم وين تروح يعني هذا بالعلاقة مش تغل أبو العربانة مش تغل أبو المخضر مش تغل أبو المحل مش تغل يعني ميصر يحمل المواطنون رئيس الحكومة ومحافظة بابل المسؤولية عن هذا الإجراء الذي جاء على حساب معيشة المئات من أصحاب المحلات والبسطيات يعني هو رئيس الوزراء ومحافظ بابل من شيء لهذا العالم هاي العالم 3000 وسمع بيت بسطية كل بسطية عاشة بها ثلاث حوائل التمنع جيت وشيرتنا وهجولتنا وما خليت نفد مكان نقعد بيه نشتغل بيه نسترزق بيه على باب الله أنا منسولي فيك أنا منزوج عدي أربع جهان تعرفش أنا أنا مأجر بـ 250 ألف دينار وهي من الصباح ليس وهذا دخلي العادة السائدة في العراق أنه حيث يوجد تنظيم جديد فإن خلف ذلك جهات متنفذة تقوم بالمشاريع لمنفعتها الشخصية وتتصرف كأن البلاد وثرواتها ملك لها اشتركوا في القناة